لا صوت تيعلو على الاستعداد أو على صوت الاستعداد لمباراة الإسماعيل إن شاء الله يا مباراة بتحمل العديد من المعاني أبرزها الاستمرار والاقتراب خطوة جديدة وكبيرة من أجل الاحتفاظ باللقب خلال الفترة القادمة هذا اللقب هو المحبب لجماهير النادي الأهل بطولة الدور العام الأهل سبق لي الفوز بالدور العام لأربعين مرة لكن الفوز بالبطولة السنادي لتفاصيل ولي خصوصية أكتر عند جمهور النادي الأهل وعند النادي الأهل تحديدا بطولة صعبة بطولة قوية لكن بالتأكيد الكل حريص على أنه يحقق المكسب والانتصار في هذه البطولة تحقيق الفوز على الإسماعيلي بيأتي بعد فوز في خمس مباريات متتالية خلال الفترة الأخيرة الفوز على المصري الفوز على سموحة الفوز على أمبي آخر فوز كان على أمبي بصناعية نظيفة والأهداف اللي بتحرص فيه توقيتها قاتل بتدي إحساس كده ونحية معنوية لدى لعبي النادي الأهلي أن البطولة السنادي هتكون بطولة مختلفة وبالطبع الاستعدادات مختلفة لها هذه المباراة فيه ظروف معنوية بالتأكيد بتشهد روح وإصراره كبير جدا من لعبي الفريق خلال الفترة القادمة للتمسك بحقياتهم في الدفاع عن اللقب وهي الروح اللي قادتهم للعودة للصدارة بتحقيق الفوز في كل المباريات خلال الفترة الأخيرة بعد ما كان الأهلي في مراكز متأخرة نتيجة تأجيل لعدد من المباريات لكن بعد ضغط عدد كبير جدا من المباريات استطاع النادي الأهلي أنه يصل إلى المقدمة وينفرد بالصدارة ويبتعد في النقاط عن أقرب المنافسين الطموح والروح بتفسرها وبتنقلها الجدية الواضحة والتركيز الشديد الواضح من اللاعبين في التدريبات وزي ما نشايفين قدامنا على الصورة دي لقطات من تدريبات النادي الأهلي بالأمس على ملعب مختار التتشي بجزيرة يمكن الفريق كنا عارفين أنه بعد المباراة الأخيرة أمام إنبي كان خاد أجازة يوم الجمعة استأنف تدريبات على طول من يوم السبت نهاردة الاثنين خلاص بكرة الثلاثة التدريب الأخير والفريق عيخش معسكر ويسافر إلى الأسكندرية ويدخل معسكر في برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلي النادي الأهلي دايما بيقاتل حتى النهاية لا يعرف إلا طعم البطولات ولا ينظر إلى أي قويل تعركله عن الاستمرار في مسرته نحو البطولات وهذه المعتقدات هي المترسخة في يقين جماهير وليعبي ومسؤولي